وصلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعامل الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي رانيا المشاط مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن وشاركت المشاط في جلسات نقاشية لمناقشة إصلاح مؤسسات بريتون وودز والحلول المالية المبتكرة لتسريع وطيرة التنمية والأنظمة الزراعية لدفع نمو المستدام وأكدت الوزيرة أن ملكية الدولة تمثل عاملا رئيسيا حين التحدث عن جهود التنمية في البلاد النامية والناشئة وأوضحت أنه من خلال امتلاك الدولة لخطط وطنية واضحة للتنمية ومشروعات قابلة للتمويل يمكنها أن تحقق التعامل المأمول بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطع الخاص والمجتمع المدني